أهلا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم سوف نعرف كيف تتنفس دودة الأرض توجد دودة الأرض في البيئة الرطبة الغنية بالمواد العضوية حيث أنها تتغذى عليها فهي كائن حي يعيش حول جذور النباتات في البيئة الرطبة لونها يميل إلى اللون الوردي وتعتبر دودة الأرض من الحشرات المفيدة جدا للبيئة يطلق عليها اسم الدودة الحلقية وذلك لأن جسمها يتكون من حلقات يمكن أن يصل عددها إلى 200 حلقة تساعدها على الانبساط والانقباض والزحف والحركة داخل التربة كما أن الحلقة الأخيرة التي توجد في نهاية جسم الدودة تنتهي بالأشواك التي تساعدها على الحفر في التربة وأيضا جسم الدودة يكون مغطي بشعيرات صغيرة تساعدها كذلك في الحفر في التربة بالرغم من أن ديدان الأرض لا تمتلك عيون إلا أنه لديها مستقبلات للضوء تساعدها في تحديد متى تكون في الظلام أو في الضوء لا تمتلك ديدان الأرض أذان ولكن جسمها يمكنه أن يستشعر اهتزازات الحيوانات التي تتحرك في مكان قريب منها ديدان الأرض تمتلك دماغ متصل به أعصاب الجلد والعضلات حيث أنه يمكن لأعصابها اكتشاف الضوء والاهتزازات وبعدها تقوم عضلات جسمها بحركات استجابة لذلك ولكن كيف تتنفس دودة الأرض؟ بالرغم من أن ديدان الأرض لا تمتلك رئتان ولا أنفا إلا أنها تتنفس الهواء وتخرج ثاني أكسيد الكربوني فهي تتنفس من خلال جلدها حيث يذوب الهواء على مخاط الجلد ولذلك من الضروري أن تبقى يديدان رطبة من أجل التنفس حيث أنها إذا جفت سوف تختنق وتموت تقوم دودة الأرض بتعريض نفسها للأكسجين من خلال الحفر في التربة أو أن تستلقي في العراء ما يجعل الأكسجين يلتقي مع رطوبة الجلد ومن ثم يتم امتصاص الأكسجين من خلاله الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة أسفل سطح الجلد والمعروفة بإسم الشعيرات الدموية وبعد ذلك ينتقل الأكسجين عبر الدم ويندفع لكل جسمها تعمل دودة الأرض على تهوية التربة وتحليل المواد العضوية مما يساعد على تحفيز المجتمع الميكروبي في التربة ويؤدي ذلك إلى تحسين إنتاجية النبات والحفاظ على بنية التربة وخصوبتها ولذلك يطلق عليها اسم مهندس النظام البيئي وفي الختام إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وضغط إعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء في فيديو جديد